أشهد أن محمداً أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزاً أظيماً أما بعد إباد الله الكرام فنحن في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى أقد الأمل وهو الرجاع فنتوقع هصول التمكين للإسلام والأمة الإسلامية بالرغم مما ألم بها من ملمات ومصائب ومحن وكجعل الله من بعد الأسر يسرى ومن بعد الشدة فرجاً وقال تعالى فإن مع العصر يسرى إن مع العصر يسرى وقد هرم الله الياس من رحمته واعتبره قرين الكفر والياس يا إقوة الإيمان هو السسقار سعة رحمة الله وذلك ظنب عظيم وقال تبارك وتعالى على لسان نبيه ياقوب عليه السلام يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا أيها الإخوة الإيمان أتعرفون لماذا ربط الله بين الكفر وبين الياس لأن الياس أدم الإيمان بقدرة الله المطلقى وبالتالي يؤدي إلى الكفر لأن من أسس الإيمان الإيمان بقدرة الله المطلقى يقول الله أصدى وجل والله على كل شيء قدير عباد الله الكرام إذا كان القطع بأن المطلوب لا يتحصل لتحكيك فواته وهو الياس من انتصار الإسلام والمسلمين واهتداء الناس أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميع ولياس من تغيير أحوال المسلمين لما نصل بهم من الفتن والمصائب هنا وهناك ومثل هذا الفكر للأمل يؤدي إلى القنوب وهو أشد من الياس فما قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا وللترقي إليه في قوله تبارك وتعالى لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيأوس قنوت فهذا يا إخوة الإيمان هو سوء الظن بالله تعالى ففي غضوة الأحزاب هناك ابتلي المؤمنون وصلص لوا سلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا عن ابن مسؤود قال من الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وما أضيق الأيش لو لا فصحة الأمل قال تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تكنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقد نجد الله بالقنوط وأتبره قرين الدلال قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام ومن يكنط من رحمة الله إلا الضالون وقد تعددت الشكاوى بين الناس وخاصة في هذه الأيام منهم من يشكوا الفقر وذيق المئيشة وجدير بهم أن يشكوا ولكن السؤال هنا أليس السبب العراد عن ذكر الله قال تعالى ومن أعرض أن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمعشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ومنهم من يشكوا ما وصلت إليه الأحوال من فساد التربية في الأمة المحمدية نعم يحق لهم أن يشكوا ألا يألم هؤلاء أن لله سنة لا تتبدل ولا تتغير ولا تزول بكثرة الشكاوى ولا بالتضمر لماذا؟ لأنها سنة الله في قلقه قال تعالى إن الله لا يغير ما بكوم حتى يغير ما بأنفسهم ومنهم من يشكوا ما وقع فيه المسلمون وما يحصل لهم من ظل وقتل واستئسال صار بلادهم كلاً لكل ظالم وموتد فهنا يتطلع الأمل للأمة الإسلامية قال تعالى وعد الله الذين آمنوا واملوا السالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمجنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ألم تسمعوا إلى قول أصحاب موسى عليه السلام فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم وأي إدراك أكثر من هذا البحر أمامهم والعدو من ورائهم بير أن موسى لم يفزع ولم ييز بل قال كلا إن معي ربي سيهدين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين رباد الله الكرام أقول ما تسمعون وأستكفر الله العظيم لي ولكم فستكفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله القاهر فوق إباد ثم الصلاة والسلام الأكملان الأتماني على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد إباد الله الكرام فللياس والقنون أسباب كثيرة منها كلة الأتباء وكثرة الأداء قال تعالى أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وعدم التصور الواضح لطبيعة السير إلى الله عز وجل وما قال تعالى وإن تضيء أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله ثانيا استمرار المحنة وتأخر النصر قال تعالى حتى إذا استيأت الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءتهم نصرنا ثالثا التوهم لقوة الأداء ثالثا التوهم لطبيعة السير إلى الله ثالثا التوهم لطبيعة السير إلى الأداء ثالثا التوهم لطبيعة السير إلى الناس جميعا كل ما يخبره أيها الإيمان بأن الله توقع ساته provoke الله بأن هل تقدم يؤedereen ممنchnان حسن فى ما تقدم fazzan المثال شيئا أن الله يخبره أنهم في نظر أن يكون مفيد سير إلى الأداء هو إذن الله يكبر في الظ�로ح ترجمة نانسية 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 ترجمة نانسية